الخطوة الاولى تركيب مشغل بطاقة الشبكة ايا ما كان نوع بطاقة الشبكة التي ستقوم بتركيب مشغلها في ويندوز فان الخطوات هي نفسها باستثناء حالة وجود برنامج تركيب خاص ببطاقة الشبكة في هذه الحالة لا بد لك من قراءة دليل المستخدم الخاص بالبطاقة لمعرفة طريقة اعدادها للعمل مع ويندوز قبل القيام بتركيب مشغل بطاقة الشبكة لا بد من تركيبها في الحاسب ولقد تعلمنا القيام بذلك في درس سابق بعد ان تقوم بتركيب البطاقة وتقوم بتشغيل ويندوز ستظهر نافذة مساعد تركيب عتاد جديد السؤال المطروح في النافذة هو هل يمكن لويندوز ان يتصل بموقع تحديث ويندوز للبحث عن برمجيات؟ يقصد بالبرمجيات في هذه الحالة مشغل العتاد الجديد الذي وجده ويندوز اي بطاقة الشبكة اذا اخترت الخيار الاول فان ويندوز سيقوم بالاتصال بموقع تحديث ويندوز للبحث عن مشغل العتاد في هذه المرة فقط اما اذا اخترت الخيار الثاني فان ويندوز سيقوم بالاتصال بموقع تحديث ويندوز في هذه المرة وفي كل مرة تقوم فيها بتركيب عتاد جديد اما اذا اخترت الخيار الاخير فان ويندوز لن يقوم بالاتصال بموقع تحديث ويندوز بما ان هذا الحاسب غير متصل بالانترنت ومما ان مشغل بطاقة الشبكة متوفر لدينا اذا لن نقوم بالسماح لوندوز بالاتصال بموقع تحديث ويندوز للبحث عن مشغل بطاقة الشبكة لذلك سنختار الخيار الثالث للانتقال الى النافذة التالية قم بضغط الزر next تشير الرسالة الظاهرة في النافذة الى ان هذا المساعد سيساعدك على تركيب مشغل لعتاد يظهر اسمه في هذا السطر عدم ظهور الاسم الكامل للعتاد يشير الى ان ويندوز ليس لديه مشغل لذلك العتاد لذلك سنختار هذا الخيار للانتقال الى النافذة التالية قم بضغط الزر next يطلب منك في هذه النافذة ان تحدد الاماكن الاضافية التي تريد ان يبحث فيها ويندوز عن مشغل بطاقة الشبكة بطبيعة الحال يقوم ويندوز بالبحث عن مشغل البطاقة في احد المجلدات الخاصة به يمكنك من خلال الخيارات في هذه النافذة ان توجه ويندوز للبحث عن المشغل في اماكن اخرى وهي اذا اردت ان يقوم ويندوز بالبحث عن المشغل في قرص مرن او قرص مدمج او اي وسيلة تخزين قابلة للازالة قم بوضع اشارة في هذا المربع اما اذا كنت تريد ان يبحث ويندوز عن المشغل في مجلد تقوم بتحديده فقم بوضع اشارة في هذا المربع اما اذا كنت تريد ان لا يبحث ويندوز عن المشغل وانما تريد اختيار المشغل بنفسك عندها يجب تفعيل هذا الخيار سنختار في هذا الدرس ان نقوم بتحديد المجلد الذي يحوي مشغل بطاقة الشبكة اذا سنقوم بالغاء الاشارة من هذا المربع وسنقوم بوضع اشارة في هذا المربع بعد ذلك يتوجب علينا تحديد الممر الى المجلد الذي يحتوي ملفات مشغل بطاقة الشبكة يمكنك ان تدخل الممر يدويا في هذا الحقل او يمكنك ان تضغط الزر براوز لتقوم باختيار المجلد المطلوب بعد ان تقوم باختيار ذلك المجلد قم بضغط الزر اوكي لاحظ ظهور اسم الممر في الحقل هنا للبدء بعملية البحث عن المشغل قم بضغط الزر نيكست تشير الرسالة الظاهرة في النافذة الى ان ويندوز تمكن من ايجاد مشغل لهذا العتاد كما تشير الرسالة الى ان مشغل البطاقة الذي وجده ويندوز لم يتم اقراره من قبل شركة مايكروسوفت وبالتالي قد لا يكون متوافقا مع ويندوز سنتغاضى عن هذه الرسالة حيث ان هذه الرسالة ما هي الا طريقة من مايكروسوفت لكسب المزيد من المال اذا سنقوم بضغط الزر continue anyway اي تابع على اي حال ليقوم ويندوز باكمال تركيب المشغل لقد انهى ويندوز عملية نسخ الملفات وتركيب مشغل بطاقة الشبكة لاغلاق النافذة قم بضغط الزر finish بالرغم من انه لم يطلب اعادة تشغيل ويندوز الا انه يجب ان تقوم باعادة تشغيل ويندوز ليتم تفعيل المشغل واخذ كل التغييرات بعين الاعتبار بهذا ننتهي من خطوات تركيب مشغل بطاقة الشبكة لمعرفة فيما اذا تم تركيب مشغل بطاقة الشبكة والبروتوكولات التي يتم تركيبها عند تركيب مشغل بطاقة الشبكة اتبع الخطوات التالية اضغط بزر الفأرة الايمن على رمز الاداء my network places ثم اختر الامر properties ظهر هذا الرمز المعنون local area connection اي اتصال ذو نطاق محلي يشير الى انه قد تم تركيب المشغل لنقم بالضغط مرة واحدة على رمز الاتصال لاحظ ظهور بعض المعلومات عن طبيعة هذا الاتصال في هذه النافذة هنا يظهر في السطر الاول اسم الاتصال يظهر في هذا السطر نوع الاتصال وهو في هذه الحالة lan or high speed internet اي اتصال بشبكة محلية النطاق او بشبكة انترنت عالية السرعة من الامثلة على الانواع الاخرى اتصال هاتفي يظهر في هذا السطر حالة الاتصال الكلمة connected تشير الى ان الاتصال فاعل والكلمة firewall تشير الى ان هذا الاتصال محمي بالجدار الناري الخاص بwindوز يظهر في هذا السطر اسم بطاقة الشبكة التي يتم من خلالها عملية الاتصال يظهر في الاسطر الثلاثة الاخيرة عنوان بروتوكول الانترنت وقيمة قناع الشبكة الفرعية وفيما اذا كان عنوان بروتوكول الانترنت قد تم تحديده من قبل خادم DHCP سنتعلم الكثير عن هذه القيم في الدروس التالية عند تركيب مشغل بطاقة شبكة يقوم ويندوز تلقائيا بتركيب عدد من عناصر الاتصال بالشبكة لمعرفة تلك العناصر قم بما يلي اضغط بزر الفأرة الايمن على هذا الرمز ثم اختر الامر properties العناصر التي قام ويندوز بتركيبها تظهر في هذه القائمة وهي خدمة الاتصال بشبكات مايكروسوفت وخدمة التشارك بالملفات والطابعات وخدمة جودة الخدمة واخيرا البروتوكول TCPIP قد تتطلب الحاجة في بعض الاحيان القيام بإلغاء تركيب مشغل بطاقة الشبكة مثلا يحدث احيانا ان يتوقف مشغل بطاقة الشبكة عن العمل بشكل صحيح ويكون الحل هو إلغاء تركيب مشغل بطاقة الشبكة ومن ثم إعادة تركيبه للقيام بإلغاء تركيب مشغل بطاقة الشبكة اتبع الخطوات التالية أولا اضغط الزر Configure ثانيا اختر التبويب Driver ثالثا اضغط الزر Uninstall تحذرك الرسالة من أنك ستقوم بإلغاء تركيب مشغل بطاقة الشبكة للاستمرار بعملية الإلغاء قم بضغط الزر OK اختفاء نافذة يشير إلى أن عملية الإلغاء قد تمت لاحظ اختفاء الرمز الذي كان يمثل الاتصال من خلال بطاقة الشبكة للقيام بإعادة تركيب مشغل بطاقة الشبكة قم بإعادة تشغيل ويندوز عندها إما أن يقوم ويندوز تلقائيا بتركيب مشغل بطاقة الشبكة وذلك نظرا لأنه يحتفظ بنسخة احتياطية من المشغل لديه وعندها لن يكون هناك حاجة للقيام بأي خطوة لتشغيل بطاقة الشبكة وإما أن يظهر مساعد تركيب عتاد جديد ويمكنك عندها تطبيق الخطوات التي تعلمناها سابقا لتركيب مشغل البطاقة للتأكد من أن ويندوز قد قام بتركيب مشغل بطاقة الشبكة أم لا يمكنك استخدام الطريقة التي تعلمناها في هذا الدرس يدعم ويندوز XP تركيب أربع بطاقات شبكة في نفس الحاسب لهذا عدة فوائد منها الاتصال بأكثر من شبكة في نفس الوقت مثلا يمكن أن تكون إحدى البطاقات مخصصة للاتصال بالإنترنت من خلال مودم ADSL والبطاقة الثانية مخصصة للاتصال بشبكة محلية صغيرة والبطاقة الثالثة مخصصة للاتصال بشبكة تستخدم الألياف الضوئية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر